استعدادا للمشاركة في المؤتمر الغير عادي للحركة الوطنية للإنقاذ في السادس من فبراير بالعاصمة أنجمينة عقاد مناضل الحركة الوطنية للإنقاذ فرع إنيد الشرق مؤتمرهم التمهيدي بمدينة أمجرس حيث شاركت فيه مختلفا المكاتب المساندة والمشاركين وجمع من الرفقاء والمدعوين لدى كلمته الافتتاحية للأعمال الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ فرع إنيد الشرق عبود هاشم بدر دعا المناضلين إلى التصويت لصالح مؤسس الحركة المشير إدرس ديبي إتنو في انتخابات أبريل 2021 مختلف المداخلات التي قدمت من قبل المشاركين تمحورت حول الإنجازات التي قدمها مشير جاد في جميع ربوع البلاد خاصة في بلاية إنيد الشرق مؤكدين دعمهم ومساندتهم لقائد مسيرة السلام وفوزه من الدور الأول في الانتخابات القادمة هذا وقد جدد المشاركون في المؤتمر التمهيدي بمدينة أمجرس إعادة الثقة لرئيس حزب الـ MPS رئيس الجمهورية إدرس ديبي إتنو نسبة لدوره الفعال في نهضة البلاد طوال الدورات الماضية الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عبود هاشم بدر في كلمة الختامية أبدأ سعادته ورضاه التامين من المشاركين والمناضلين القادمين من مختلف مقاطعات الولاية ومن داخل مدينة أمجرس حاضرة ولاية إنيد الشرق حركة الوطنية للإنقاذ أعضاء مجالس المحافظات والمراكز الإدارية والبلدية بولاية بحر الغزال بعد مناقشات مثمرة وحادة في هذا اللقاء اعتمدوا برقيات ومقرر لتعيين مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ للإنتخابات الرئاسية في شهر أبريل 2021 هذا وبعض عرض عضاء اللقاء المكلفة برئاسة المؤتمر التمهيدي قدم رئيس اللقنة التحضيرية عيسى الدرحان تونجلي قدم برقية تهنئة لمشير شاد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية كما قدم موسى بكر زين باسم مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية الإنقاذ بولاية بحر الغزال قدم برقية خاصة لقوات الدفاع والأمن وذلك اعترافا ببسالتها ودورها البطولي في تأمين البلاد وشبه المنطقة هذا وبعد مداولات ونقاشات مفيدة بين هؤلاء المناضلين الملتزمين بقيام مبادئ الحركة الوطنية الإنقاذ تم اصدار مقرر متعلق باختيار مرشح الحركة الوطنية الإنقاذ في الانتخابات الرئاسية هذا وفي اختتام عمار المؤتمر التمهيدي اشاد الامين العام الولائي للحركة الوطنية الإنقاذ بالحضور والجهود التي بذلت وازهمت في تعيين مشير شاد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية مرشحا في الانتخابات الرئاسية للشهر أبريل القادم هذا وقد انتهت أعماله المؤتمر التمهيدي في جو مفع من بالفرح وروح نضالية من أجل مسانة الحركة الوطنية للإنقاذ في الانتخابات المقبلة يجيء تنصيب أعضاء هزب الشباب والتقدم بولاية والداي هذا المكتب يتكون من غالبية الشباب وعلى رأسهم جوني محمد زين وهليم السعدي ألي كل من منسق عام ومنسق نائب وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقتها عزة محمد ألي وقراءة قرار التعيين المنسق الولائي لحزب الشباب والتقدم جوني محمد زين قدم شكره لأعضاء المكتب لوطئهم الثقة الكاملة على شخصيته وأكد أنه يعمل من أجل نجاح حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في كلمته التنصيبية المنسق الوطني لحزب الشباب والتقدم هسين خميس توقوي شكر مناضلي ومناضلات الحزب ودعاهم بالقيام بجدية بغية فوز مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ في الانتقابات المقبلة ونذكر أن المكتب التنفيذي لحزب الشباب والتقدم بوداي يضم أربعين عطوا برئاسة الدود ديدان مرى